اتحاد الكورة كلام كتير عن هو يوفق أوضاعه هو كمان كاتحاد موجود من ضمن الاتحادات اللي مفروض توفق أوضاعها بانتخابات جديدة قبل طبعا ما السنة تنتهي فبالتالي اتحاد المصري لكورة القدم بعد جواب استفسار عن إمكانية الانتخابات مرة أخرى في اتحاد الكورة الفيفا بعد بقى الرد لاتحاد المصري لكورة القدم بيقول فيه أحطنا علما أن القيادة الحالية لاتحاد المصري تم انتخابها يوم 30 أغسطس 2016 بمراقبة من من دبي الفيفا والكاف وأن مدة القيادة الحالية هي من 2016 حتى 2020 وأضاف الفيفا في خطابه طبقا للمدة 14 البند الأول والمدة 19 من لاحة النظام الأساسي للفيفا فأن كل الاتحادات والأعضاء بما فيها الاتحاد المصري ملزمة بإدارة شؤونها بصورة مستقلة بدون تأثير غير مناسب من أي طرف ثالث ومخالفة هذه الاتزامات يمكن أن يؤدي إلى عقوبات على النحو المنصوص عريف في لايحة النظام الأساسي هو يمكن المعروف أو الشائع هو وقف النشاط أو تجميد النشاط في مصر أعتقد ده رد الفيفا بأن ده يعتبر تدخل حكومي في هذا الموضوع فبالتالي يعني ده الفيفا بيقول في حالة طبعا انتخابات جديدة يبقى ممكن يحصل عقوبات على الكرة المصرية ووقف النشاط فبالتالي ده كان رد الاتحاد الدولي الفيفا للسفسار اللي بعته للاتحاد المصري كرة القدم ممكن يوصل كمان للحرمان من وجودنا في كاس العالم فبالتالي أنا مش عارف طبعا الوضع الحالي هيبقى عامل زيه ولكن هو ده الرد اللي وصل من الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا للاتحاد الدولي أو الاتحاد المصري لكرة القدم